مع دكتور فادية كيوين الأستاذ بالعلوم السياسي نعود لمتابعة هذه الحلقة دكتور كيوين أيضا بالموضوع الانتخابي توقفت الصحف عند تلويح الوزير جبران بسيل بالعودة للأرتودوكسي جريدة الأخبار اليوم بتنقل عن مسؤولين مصادر رفيعة بالتيار الوطني الحار أنه باب التوصل لتوافق على قانون الانتخاب لم يقفل ولكن إذا أقفل فالخيارات مفتوحة وحينها يعني من بين الخيارات طرح اقتراح قانون اللقاء الأرتودوكسي أو النزول إلى الشارع السؤال ضد مين النزول إلى الشارع بهذه الحالة؟ وليش بعدها مصادر الطيار الوطني الحر عم بتلوح بهذه الخيارات المتطرفة؟ نزول للشارع مش ضد حدن هي للتعبير على الرأي هي الضغط عبر مد شعبي قد يكون بالشارع هذي وسيلة من وسائل التعبير على الرأي الديمقراطية يعني النزول ما يكون ضد حدن احتجاج؟ تعبيرا عن وجهة نظر بس أنا بعتقد هذي أحد أسلحة مثل ما بقول الوزير الفرنجية سلحات التفاوض معركة سلحات التفاوض والتلويح بالأرتودوكسي من جديد كمان هذي ورقة من الأوراق ليش منها نستبعدها بس أنا عطاق دولي فرصة ما بتأكد أنه بعده حي بالنفوس هذا الاقتراح بس أنا بعتقد أنه مش من مصلحة حدن يحكي بالأرتودوكسي بهالإسرار لأن الأرتودوكسي رح يحطنا بمواجهة أرقام حتصدع صدقية وتمثيلية بعض القوى ربما أغلبية القوى ليه لأنه حأخذ أنا كذا حجم بطيفتي بعدين طيفتي كلها سواء حتاخد حجم صغير شو بطلع في طواقف اليوم طالع بالعالي بتشكل واحد بالمية وأربعة بالمية من اللبنانيين وعندها حضور سياسي ما بنا نحكي بلغة الأرقام ولسوء الحظ الأرتودوكسي بيخذنا على الأحجام الحقيقية الحسابية الأريتماتيك وأنا ما بنصحهم عم بحكي هوني كاستاذة علوم سياسية عملتها شغلتي يعني أنا بقدر أقول لهم أنه إذا رحنا على الأريتماتيك مش حلوة الأريتماتيك يعني هي ما بتقع المشكلة بهالانتخابات ترجع بتتبلوى لا بتعمل هي تصدع بصورة الناس كلهم أغلبيتهم لأنه لبنان أي مع توازنات رمزية ما إلا علاقة بالحسابات الرقمية بالزبط حجمه بقدر يكون كتير كبير وهو ما بيمثل كتير ناس هذه فلسفة النظام اللبناني وهذه جيدة شوفة النظام اللبناني يعني بده إصلاح أكيد يعني اتفاق الطائف لازم نحنا نفعل إصلاحات اللي ذكرها ولكن نفس الوقت هذه الصيغة للعيش المشترك بيّنت أنه بنهي لبنان قدر بعد حرب 15 سنة أنه يرجع يتوحد بينما كنت ارتسمت حدود فقوية بقلب البلد بسبب المعارك العسكرية ونزوح أو تهجير للناس لم تكن يومها حرب الآخرين على أرض لبنان شوفة الله يرحم غسان تويني بس هي قد تكون بجزء من حرب الآخرين بس مشكلة بدايتها كانت ربما حرب للآخرين لأنه كانت بأيدي لبنانية بس الجزء الثاني منها كانت حرب فيما بين اللبنانيين لإعادة النظر بتقاسم السلطة واضح اليوم عم نعيش شكل من هذه الأشكال يعني من لتقاسم السلطة من جديد بس مش بالسلاح اليوم في كباش أكيد بين القوات السياسية من أجل تقاسم السلطة إعادة نظر بالأوزان اليوم قالت الاستاذ ساركيس نعوم بالنهار لقول اعتبار المسيحيين المنتمين لمذاهب مختلفة مجموعة دينية سياسية واحدة مع ابقاء التعامل مع المسلمين كمذاهب أربعة يفتح الباب أمام تغيير الطائف والبند الأهم فيه للمسيحيين أي المناصفة وعندها ستكون الخطوة الأولى نحو المثالثة التي يرفضها المسيحيون والسنة والتي يظن بعض هذين الشعبين أنها هدف الثنائية الشيعية الحاكمة لا أولا هذه ممكن تكون هدف الثنائية الشيعية السنائية الشيعية عم بيطلب إلغاء الطائفية عم بيطالب دائما بإلغاء الطائفية أنا بعتقد فيه سوق فهم لموضوع المثالثة هذا انطرح وانا سبق أو ذكرت هالشي مرة بمقابلة تلفزيونية انطرح لما كان فيه الاتفاق السلسي الشهير لإصلاح لوقف الحرب بلبنان اللي كان بين الوزير ميشيل المر دولة الرئيس ميشيل المر كان مع الله يرحمه الوزير حبيقة ليس حبيقة ومع الوزير سماحة هن بوقتها كانوا أركان تحالف وضع صيغة لإصلاح معين بلبنان كان البند الأساسي فيه أنه يكونوا الموارنة ما عندهم ضمن الطائفة المسيحية غير قد ما عندهم سنة وشيعب ضمن الطائفة الإسلامية يعني هذه المثالثة كانت أنه يكونوا هن عندهم نفس الحجم بينما إذا أخذت كل طائفة ضمن كل مذهب ضمن طائفته الأحجام متفاوتة فكان فيه ضغط بوقتها كان فيه ضغط كتير لتحجيم الموارنة كان فيه ضغط واضح وقتها ساقت الاتفاق السلسي كان الهدف أنه الموارنة ما ياخدوا أكتر ما ما بياخد السنة لحال والشيعي لحال بينما الموارنة ضمن الطائفة المسيحية بعتذر أحكي بهذه الأشياء بس حجمهم نسبياً يعني ديمقرافياً أكبر من البقية المقصود كان أنه ما ياخدوا أكتر من السنة لحال والشيعي لحال وهذه كانت فكرة الانتفاق السلسي نعم ولكن اليوم الطريقة اللي عم بتتم التعاطي فيها مع الأمور ألا تأخذ لبنان إلى ما أشار إليه سركيس نعوم؟ ما فيه ما فيه خوف وليد بمرشد بجريد شر الأوسط أيضاً اعتبر أنه عائدة لبنان المزمنة أنه مجتمع تعددي لا ديمقراطي يقول ديمقراطيته ليست ديمقراطية خيار سياسي بقدر ما هي ديمقراطية الضرورة الديمقرافية نشوف لبنان تعددي وليبرالي لبنان ومنه ديمقراطي صحيح ولكن التوافق اللي نحن اعتمدناه بنظامنا السياسي منذ البدء هو حل انتقالي مفروض أما ياخد اللبنانين إلى مزيد من الانسجام وبالتالي نتحول من ملل وطواقف ومزاهب كل واحد بده ياخد نتشة من رفيقه لحده إلى أحزاب سياسية ونكون مواطنين وكل واحد يكون جزء من طيفته يعني نحن ما بنا نلغي الطواقف ولا المذهب ولكن بصير كيانات اجتماعية ثقافية ولكن لا دورة سياسية لها ونتحول للعمل بالسياسي لأحزاب بالمعنى الحديث للكلمة وإجا وقت بقى يصير عندنا نحن تشريعات خاصة بالحياة الحزبية نحن أكتر دولة عربية عاشت مناخ حريات ونميت فيها أحزاب من كل المشارب إجا وقت بقى يصير عندنا إطار تنظيم للأحزاب إذا خيرت بين الأحزاب الموجودة اليوم أي حزب تجدين أنه يطابق ما تتحدثين كتلة الوطنية ما بقى موجودة وانية الكتلة الوطنية شوف تطلعات الكتلة شوف تركيبتها الكتلة السكانية الانتخابية كانت منطائفة معينة بشكل رئيسي ولكن دائما كانت مواقفة مؤدة تروح أبعد من مصالحه الشخصية ومصالح حزبه كان يدعي للعلمانة دعي للتعاون في مباين الطواقف ولما بلشت الحرب كان موقفه أولا ضد أنه يكون الحلول العسكرية وأنه الحرب ما بتجيب لنا الحلول واثنين أنه يصير فيه إصلاح للنظام وإرضاء للمسلمين يعني بتذكر هذا الكلام كان قاعد مرة هو والبترك خريش الله يرحمون تنايناتون ومع القيادات المسيحية الأخرى في 73 كانوا عم بيحكوا كيف فينا نواجه تصاعد الحضور العسكري الفلسطيني هو مش الحضور الفلسطيني لخلق مشكلة بلبنان لأنه الأخوة الفلسطينيين موجودين 49 البندقية الفلسطينية السلاح الفلسطيني السلاح القفاح المسلح هو اللي خلق هالسوقتة فيهم الكبير والأدى للحرب فكانت وجهة نظر مؤدة أنه نحن المسلمين بدنا نتفهم نحن وياهون لازم نلاقي حل طبعا هو ابن النظام والحل بيكون جزء بالنسبة له نحن أولاد المجتمع المدني اليتيم بنقول أنه الحل هو في تجاوز الطائفية حتى ذلك الحين بيقول وليد بو مرشد لنرجع لما قاله إلى أن يتقبل اللبنانيون نظام علماني سياسي وأنون انتخاب لطائفي يشير لضرورة إقرار مساواة سياسية طال انتظارها بين عائلات وطن اللبنانيين الروحية بهل سيئة أنت مع أن يدعو الرئيس عون من جديد لطاولة حوار واريت بيسمع إداعي أنا بتمنى كتير في خمت الرئيس ياخد مبادرة ويدعي لطاولة حوار بالأسر ويكون فيها مش بس أركان السياسي يكون فيها ناس حتى على الأقل كمراقبين ويعطون رأيون شو اللي رح يخلي حزوزها بالنجاح أكتر من تلك اللي عقاد الرئيس ميشيل سليمان؟ بتحط ضغط أكتر لكن الظرف مختلف رئيس سليمان نظلمه لما منحمله أكتر مكانة ظروف البلد وميزان القوى يسمح أنه يعمل اليوم الظروف تغيرت والرئيس ميشيل عون إجا من منطق مختلف عن المنطق اللي إجا فيه الرئيس سليمان رئيس سليمان إجا تسوية بالدوحة واليوم تسوية كمان؟ اليوم تسوية داخلية مش بالدوحة واثنين فيه انطلاق من منطق آخر الرئيس سليمان إجا كرئيس قائد جيش عفوان وكتسفي فيما بين القوى السياسية الرئيس ميشيل عون جاي كرئيس فريق سياسي بمثل شريحة واسعة من المسيحيين وعنده حتى تعاطف من قوى من أشخاص من قوى غير مسيحية بالإضافة إلى تحالفه تفاهمه مع حزب الله طبعا إذا كان التعدم بالسياسة بطيء هل التعدم بالمال وبالأمور الناس ممكن يكون أسرع بداية الحديث بهالموضوع من خلال كاريكاتور غانم بجريدة الجمهورية تحت عنوان الانتهاء من دراسة الموازنة رسم الموازنة بجسمه الضخم تربط فوق المواطن الذي راح يأنه قائلا أنا المنتهي شو تعليقك على الكاريكاتور؟ شوفي في خوف عند الناس وخوف بمحله أنه الموازنة ما يكون فيها مؤشرات إصلاحية خوف الناس من أنه تخلق أعبئ إضافية على العالم من دون ما تعطيها شيء بالمقابل أولا أنا بدي أغتنم الفرصة ويقول ضروري جدا أنه يكون فيه تعامل إيجابي بموضوع السلسلة عيب ومن الظلم أنه تصدر موازنة بدون السلسلة هذا ضروري جدا بدون الإصلاح نين ضروري جدا تترافق مع خطوات إصلاحية وكلهم بيعرفوا بس نحكي شو تقصي بخطوات إصلاحية؟ خطوات إصلاحية أولا ضروري يكون فيه تعامل قاسي مع مؤسسات فيها هدر لازم نوقف الهدر أنا ما بعتقد أنه الموازنة هي بدأت تبتدى بخطوات مكافحة الفساد هي بدأت تبتدى بخطوات وقف الهدر وهن بيعرفوا المؤسسات اللي فيها هدر وهن بيعرفوا أنه فيه نسب من الناس موظفة وما بتشتغل وفيه هدر مش بس بالتوزيف توزيف يعني الخيالي أو الصوري فيه هدر بالإنفاق ببعض المجالات فيه مؤسسات صورية ما بتشتغل أبدا إلى سنين وسنين بعدهم بقينا بيخدوا قرارات مبدئية فيها شو بيعملوا بالموظفين بيقدروا يحولوا الموظفين يعملونهم تأهيل لدوائر عندهم حاجة فيها تصوري المفارقة أنه لبنان اليوم عنده فائد بالموظفين وبنفس الوقت عنده نقص بالموظفين نعم لأنه موجزين بالعمل فيه ناس بتقبض وما بتشتغل وفيه ناس موظفة واحترفة ودخلت عبر مباراة وإلى ثلاثين سنة بتشتغل بتقبض تسعمية دولار ما بيجوز هالشي مين بدو يؤيم هون حكومة عنا وزير لكل خبرية كيف العمل لحتى ما يتحول الأمر وكأنه ضد فريق معين أبدا هاي قضية الناس أنا عم بحكي فيها هدا واجبة أنا أحكي فيها لأنا أنا ما بيشتغل سياسة عنا وزير للإصلاح للتنمية الإدارية وعنا وزير لمكافحة الفساد وعنا يمكن وزير فهمة للتخطيط وعنا وزير للمهجرين عنا عدة وزارات بتهتم مباشرة الموضوع بعدين كله نسوا كمجلس وزراء أنا برأيي هذا مش وزارة بتهتم في الموضوع في خيار سياسي عام بتاخده حكومة الرئيس سعد الحريري بدعم من فخمة الرئيس ضروري جدا نشعر كلبنانيين أنه فعلا في شي تغير اليوم ما بقى ما بقى نعذر حدا لأنه ظروف الإقليمية بطلت ضاغطة على لبنان منعا لحلول بالأمور الأل نحن أخذنا مسيرنا بيدنا مفروض ناخد قرارات جريئة نموذج السجال يلي صار بين القوات اللبنانية ووزير الطاقة وإن كان في حرص أنه لا ما صار هذا السجال أنه وقت اللي بينساء الوزير الطاقة شو رأيك بكلام القوات بخصوص الكهرباء بيرد عليه وأنا عندي مشروع بالصحة بشجع أنه تتوقعي ما تتفضلين به كيف بده ينعاول حتى ما يبين وكأن كل خطوة هي مس بميدان فريق سياسي معين أنا بعتقد أنه مع الوقت بس يصير كلهم عندهم خبرة ببين أنه الموضوع منه مساكب مش كل واحد لما تسألفت الحكومة عطيه مسكبي ما حدا له حق يحكي فيها مواضيع الخيارات الكبرى مواضيع المجلس وزراء كله بده يحكي فيها حتى الوزير اللي بدون حق يبينه رأي فيها ما هذا منطق السلطة التنفيذية اللي صارت مجلس وزاري مجلس وزراء ما عادت حكومة بيختاره من بين أفرادها رئيسا صارت مجلس وزراء هو بيده السلطة التنفيذية وهالقرارات مبدئية ما بيسوأ ولا وزير يحمل أعباء ومسئولية شخصية عن أي خيار بياخده لحاله ممنوع حدا ياخد خيار لحاله ما في مساكب ما في مساكب كعرفي المسكبة شو كل وقت عبدو مسكبته مش مزبوط هذه مسئولية كبرى يعني شوف له مسلحة الوزير أي وزير له مسلحة أنه يحط المسئولية عند مجلس وزراء عند مجلس وزراء طبعا بيعطي رأيه بدافع عن وجهة نظره ومجلس وزراء بيقرر الاتجاه أنت مع الخسخصة مثلا بالقطاعات المخائلة اللي بتخسر طبعا أنا مع خسخصة ومع حسب القطاعات مع شراكة قطاع عام قطاع خاص بس أنا تصور اللي وضعوه بالنسبة لتخصيص الكهرباء أنا مع أنه يصير تعامل معه بشكل جدي هلأ بالتفاصيل ما دخلت بالتفاصيل هو طرح كان تخصيص الانتاج عرفت وتبقى الدولة على التوزيع نعم توزيع الجباية ليش قامت لأيامها على هذا الطرح شوفي أنا بتذكر لما بلش نكد شاب بزحلة يعمل كهرباء ينتج كهرباء صاروا يروحوا يحطوا متفجرات على العواميد نعم المتضررين كان فيه تعامل سلبي من جهات عديدة اليوم زحلة يعني عم بتغني لأنه زحلة دهرت من المقساة اللي عايشينا بالكهرباء لازم نحنا ناخد هالنموذج الناجح ونشوف فينا مزج أخرى يمكن أقل نجاحا صار فيها استثمارات للكهرباء نحسنا ونعتمد هالطريقة هاي الممنوع نحصل على الكهرباء هذا الذي كتبه عون الكعك اليوم بجريد الشرق بيقول عملية الكهرباء هي ثلاث مراحل الانتاج والتوزيع والجباية ويسأل هل هناك جباية جدية ولماذا توجد مناطق بأكملة لا تدفع دولارا أو كرشا لبنانيا ثمن الكهرباء وهل هذا مبرر لبقاء الحال كما هي من وزير الكهرباء هلا سيد زر أبي خليل عظيم السيد زر أبي خليل نعم خلي يكون عنده بس يكون عنده وقت يطرح للرأي العام ووضع الكهرباء بدأ هو كوزير مش هيئات تقنية وفنية وخبرة يعرض للرأي العام ويقول شو المناطق يلي ما بتدفع كهرباء شو المبادرات يعني إذا ما نقال هالشي بعد برأنه هذا الكلام منه دائل ألن يأتي من يقول أيضا النازحين السوريين ما بيدفعوا كهرباء ربما أيضا اللاجئين الفلسطينيين يعني الكل متساوي بهذا لا لا ما فينا نضيع السمكة هيك النازحين السوريين على لبنان في جهات دولية عم تدفع للحكومة كمية كبيرة من المال اللي تغطيت كتير من أعبائهم نعم الموضوع الفلسطيني بيتعالج لحاله بس اللبنانيين ما في ولا مبرر أنه ما يدفعوا كهرباء أو ما يفوتوا بالاشتراك من خلال العددات يعني يعلقوا على الشبكة بدون عددات هيدا بده صرامة وأنا برأيي الوزير مطلوب منه أنه يكون واضح يقول أنه عم بتحمله الموضوع أكتر ما هو يمكن فيه 5% أو 3% عم بيعلقوا على الشبكة ما عم بيدفعوا كهرباء أو إذا فيه أكتر أنا برأيي هو مطلوب منه الرد والتعامل بما يجب بالطريقة اللازم هذا يستوجب نفس معين أو نهج معين موجود موجود عند الناس وقعوا موجود لا الناس بعدها خايفانة وعندها شك بس خلينا لأنه وقت لعذرا يعني برجع معك بالذاكرى وقت لانتخب الرئيس الشهيد بشير الجميل يقال أنه قبل ما يعني ما لحق يوصل بس فور انتخابه عاد الانضباط إلى الدوائر الرسمية الموظفين عادوا يلتزموا بدأ يعني كان فيه موجة معينة اليوم تبه ليش لأنه كان عسكري هو كان عسكري وكان عنده سطوة عسكرية الرئيس عون كان عسكري لا الرئيس عون رئيس حزب السياسي ما أجع بالطريقة العسكري معروف طبعه السارم شوفي مبنى تضلنا مسكين المصرى ولحقينهم الجماعة تركوهن شوية طويل من حد كل شيعة أكتف فخامة الرئيس الحكومة بمن تمثل ومن فيها من أشخاص عندهم كفايات وخبرة كلهم بيساهموا بإيجاد حلول أنا شعوري أنه الناس مستعجلة وبفهم وخيفنين لأنه بالماضي نوعدنا عدة مرات وظروف ما سمح تصير فيه إنجازات اليوم أنا بعتقدرين نعمل إنجازات بثلاث ميادين أولا سلسلة هيكون عندنا موازنة نحن لألفين واربع معنا قطع حساب وموازنة مثل الناس هذا جرصة بهدلي اتنين موضوع سلسة الرواتب اللي لازم يكون فيه إلى حصة أكيد اليوم وثالثا أنون الانتخاب أنا بعتقد بها ثلاث مجالات في سيزاريان بس حقيقة نوصل لنتيجة ومعها ينطلق العهد الجديد خلينا ناخد بريك وبعد الفاصل بنا نقش معك اللي كتبه غسار حجار والذي برأيه حالة دون الآن دون انطلاق العهد الجديد مش بس أمور داخلية أيضا خارجية لحظات ونعود